السؤال الثاني من حساب كنوز قرآنية بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ أرمرة من أربع سنوات وعندي بنته أعدى في الشقة الزوجية وأهل زوجي عاوزني أطلع أنا وبنتي من غير ما أخد حقي وحق بنتي وأنا رفضت وأعدى في الشقة بس أنا مش مرتاحة ونفس الوقت مش عاوزة أضيع حق بناتي هما بيعملوني وحش كذا مرة يقعدوا ويطلعوا حقي وحق بناتي وآخر يرفضوا يدهولي ومعاملتهم وحشة معايا غير كده مش بيسألوا عن بنتي ومطلعين أني أنا اللي منعاها عنهم أنا تعبت مش عارف أعمل إيه على طول حضرتك اطلبي أن أنت تعملي إعلام مراسة على طول كده أعملي إعلام مراسة وطلب بحقك ولو أدى لذلك أن أنت تطلب بحقك بالقانون ليه طيب؟ لأنه واضح أن أنت بتحكي مسألة فيها منع للميراث المسألة اللي أنت بتحكي عليها أنهما فيها منع للميراث فاطلبي حقق في مراسة حق بناتك ونتقل الله سبحانه وتعالى في الضعيفين بلاش نعمل كده الست دي أرمالة وليها حق وبنتها ليها حق في مراسة أبوها فيا أهل هذا المتوف أعطوا لكل دي حق حقه وبلاش يعملوا كده لأن الله يأخذ حق الأرمالة أو يأخذ حق اليتيم ولعياذه بالله بيرتكب كبيرة والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبد الذي يأكل الحرام أو يشرب من الحرام أو أنه يأخذ ملأ أخي أنه يعيش في رغة أو أنه يترك الناس يتألمون ويتوجعون حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فكرة ده في الدنيا قبل الآخرة فمن اقتطعت له حق أخيه فقد قطعت له قطعة من النار فاتقوا الله سبحانه وتعالى وبلاش الطريقة دي وبلاش نأكل حق بعض هذا على الكلام الذي أمامي فذكريهم بالله سبحانه وتعالى وذكريهم بالحق بس أولا روح يعملي إعلام مراسة وقوم على طول بحاجة اسمها الفرز والتجنيب والتخارج وتوكري على الله وساعتها مش هيكون حرام عليك ولا شيء لأن ده حقك وحق بناتك أو حقك وحق بنتك بعد كده السؤال بعد كده سؤال من حساب هناء حنفي بتقولي السلام عليكم وراء السلام عليكم لو سمحت أنا حلفت على حاجة أني مش هعاملها تاني في لحظة غضب في لحظة غضب وكفر عن حلفاني إزاي وسؤال تاني بس سؤال الأولاني هي حلفت وعمل وأن هي بتشتمل حاجة تانية ويبدو أن هي عملتها تكفر عن حلفانها إزاي وسؤال تاني لو سمحت أنا ما كنتش بسوم الأيام اللي عليها ينفي أطلع صدق على أيام دي وقال في شكري حضرتك أول سؤال السؤال الأولاني بتسألنا هل هي لما حلفت وهي غضبانة وراح تعملت الحاجة اللي حلفت عليها تعمل إيه؟ ببساطة خلاص تكفر عن ذلك اليمين تطعم عشرة مساكين يبقى تعمل إيه؟ تطعم عشرة مساكين السؤال الثاني بتقول أنا ما كنت بصوم الأيام اللي عليها الأيام اللي عليها هي تقصد أن هي باعتبارها امرأة فبييجي أيام في رمضان لا تستطيع أن تصوم لأن هي ستكون في العذر الشهر فبيتقول أنا ما كنتش بصوم الأيام اللي عليها دي من رمضان أعمل إيه؟ عليك إذا كون الأطباء لم يمنعوك من الصيام أبدا فمش هتقدر تتخرج فدية عن الأيام دي يبقى تعمل إيه؟ هتصومي هذه الأيام وعندك إنتي عندنا 52 أسبوع وندربهم كمان في 2 في 2 وخميس يبقى عندنا في حدود 104 يوم يبقى عندنا إن إحنا ممكن ماذا؟ نقد 104 يوم يبقى إيه اللي حاصل؟ ببساطة خالص سوم الاتنين وخميس في كل أسبوع هتبص تلاقي الأيام اللي عليك إن شاء الله قضيتيها ومبقاش عليك أي إسم طب علي فدية بقى في اللي فاتني؟ لا ما عليكيش فدية اقضي الأيام اللي عليك بس وما عليكيش فدية لنه إحنا بنفتي ماذا بستهدى حنا فيه؟ بعد كده ولا أرؤوف تقول لا أتعود من صغري على الصلاة ماذا أفعل لأثابر عليها وقال يغفر الله لي؟ عندنا ثلاث حاجات بنحبها أبدا طول الوقت عشان نقدر نثابر على الصلاة أول حاجة نعجل بالصلاة يعني إيه نعجل بالصلاة؟ يعني أول ما يقدن الصلاة نقوم نصلي عارف عمزة إيه؟ فيه مثل عند المصريين اللطيف قوي بيفسروننا ليه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ليه شراح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة الصلاة على وقتها أن هي أول وقتها ليه؟ الإنسان لما بيعمل كده أقول لكم سر كده إحنا عندنا تعالوا نقسم اليوم خمس وحدات الإنسان لما يصلي في أول الوقت إيه اللي يحصل؟ باقية الوقت إلى الصلاة القادمة يبقى مبارك طول الوقت ده يبقى الصلاة في أول وقتها تعمل بركة فلما تعمل بركة أنا بحس أن الصلاة دي جزء من حياتي يبقى جزء من هويتي جزء من تعريفي هو الصلاة ولذلك حضرت النبي قال الصلاة وعمود الدين عمود الدين يعني إيه؟ ده كمان عمود الشخصية التي تحب الله وتقبل عليه يبقى إيه اللي يحصل؟ يبقى أنا لما أصلي الصلاة بتعمل إيه؟ بتعمل بركة في هذا الوقت ولذلك لما أصلي في أول الوقت يبقى عندي خمس وحدات فلما أصلي في أول وقت ربنا يبارك في هذا الوقت الوقت من الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب يحصل بركة بسبب إيه؟ إن أنا صليت في أول الوقت طيب إيه تاني؟ كمان أنت عشان تقدري تثبري وتقبل على الصلاة خلي كل صلاة لها معنى يعني أنا أدخل على صلاة على صلاة العصر كده؟ هدخل على صلاة العصر بإيه؟ هدخل على صلاة العصر بالشوق إلى الله أنا هدخل على صلاة العصر بالانكسار إلى الله أنا هدخل على صلاة العصر في اليوم اللي بعده لا أنا هدخل على صلاة العصر بإيه؟ بالمحبة والود أنا هدخل على صلاة العصر بالرجاء أنا هدخل خلي كل صلاة من الصلاوات لها معنى قبل ما تدخلي كده وهو ده أحد فوائد النية أن يبقى عندي إرادة لمعنى في الصلاة طيب آخر حاجة صلي بتوء ده صلي بهدوء صلي ما بين وإن اللي حاصل إحنا لما نحاول الصلاة عبق على وقتنا الصلاة بتفقد معناها في حياتنا لا صلي بتوء ده اقرأي الآية وخدي نفسك اقرأي الآية وخدي نفسك لما تحتدي لي احتدي لي واطمئني في الاعتدال شوف حتى تطمئننا راكعا حتى تطمئننا قائما الطمئنينة خلي الصلاة باب من أواب الطمئنينة الصلاة تبقى راحة لعملتي ده إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى اكتبلك أن أنت تسبري على الصلاة وتوظبي على الصلاة إن شاء الله